وزارة التربية الوطنية تعلن عن إطلاق مسابقة في الرطب المستحدثة لترقية الأساتذة إلى رطبتي أستاذ رئيسي ومكون في الأطوار التعليمية الثلاث ابتدائي ومتوسط وثانوي بعنوان سنة 2022 بعد أن توقفت منذ سنة 2020. حق الترقية بالنسبة للأستاذ سنويا بنسبة تكون محترمة هذا الأمر نحن عملنا على حمايته والتأسيس له من جديد بعد توقف في سنة 2021 وكذا أن يكون في سنة 2021. اليوم تم افتكاك هذا الحق بحق الترقية بعنوان 2021 وعنوان 2022 والتأسيس بحق الترقية مستقبلا سنويا للأساتذة بنسبة تكون لائقة حتى نتبت هذا الحق في مسار الأستاذ وحقه في الترقية. وحسب محظر جلسة التفاوض بين وزارتي التربية الوطنية ونقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمية تدريس القطاع ثلاثي الأطوار كنابست تدرس وزارة التربية ملفي طب العمل وتحيين منح التعويض منطقة الجنوب. هي إجابة جديدة مقارنة مع محظر 24 أكتوبر 2021 على غرار ما تعلق بإقرار الترقية، إقرار توظيف طبيب العمل على مستوى الولايات، وإقرار تسوية الآيل للزوال على غرار الأساتذة التقنيين وكذلك المعلمية المدرسة الابتدائية. لكن هذه الأمور تحتاج إلى ضبط وتحتاج إلى إتبات وميداني. وفي إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الوزارة الوصية مع الشريك الاجتماعي، بحثا منها على استقرار القطاع يبقى الإضراب أكبر هاجس أمامها في ظل المطالب الاجتماعي المتراكمة.